في المقابل في البعض بيرحل عن نادي الأهلي وإحنا عايزين نتكلم بالتحديد عن محمد نجيب وأنا عايف أنت حابب أن تتكلم عن محمد نجيب الحقيقة يعني النهاردة يعني أنا تأثرت برحيل محمد نجيب عن نادي الأهلي بالضبط رغم أن محمد نجيب مالوش دور مع الأهلي بقاله فترة طولة جدا لدرجة أن الكثيرين يظنون أن محمد نجيب رحل من نادي الأهلي هذا اللاعب يستحق دي صورة الموقع الرسمي النهاردة أو النادي الأهلي يعني من خلالها شكره لمحمد نجيب يعني وبيارسك لها البطولات اللي هو أفاز بيها بالضبط يعني هذا اللاعب في النادي الأهلي بقاله 8 سنين زي ما حدثك برضو أكدت في مقدمة البرنامج أن لم نسمع له صوتا لم نسمع له أجمات لم يفتعل أجمات لعبة ينزل يؤدي مهمته أساسيا لعبة جوز المبراب ينزل يؤدي مهمته جلس على الدكة ينتظر أي تعليمات لم لا يتم وضعه ضمن القائمة المرشحة المباريات لا يعترض لا يتكلم لا يتحدث نموذج للأدب نموذج الاحترام نموذج لللاعب اللي يستحق الأهلي واللي الأهلي بيقدر هذه القيمة صح الأهلي ظل محتفظ به كثيرا حتى اللحظات الأخيرة فعني أنا عايزة حييي هذا اللاعب هذا اللاعب اللي قدم لنا نموذج لحب الأهلي نموذج للأخلاقيات الألوية نموذج للالتزام الكبير وخرج حتى بأدب واحترام شديد جدا وممكن كان حتى لما كان أي إعلامي بيسأله كان دايما يردد أنا بأحترم ندى أهلي وبقدر ندى أهلي وأنا لعب ندى أهلي متى أراداني الأهلي سيجدني في أي وقت وفي أي مكان لذلك كان يستحق هذا التقدير من الصفحة الرسمية للندى أهلي ويستحق التحية من ندى أهلي لعب ثمان سنوات حصلت فيهم عشر بطولات كان لي بصمة في أوقات كتيرة جدا مع ندى الأهلي لما لقى لعب 106 مباريات في الدوري أربعة دورة أبطال لعب 17 مباراة مع منتخب مصر خمسة مباراة في كاس العالم سجل ثمان أهداف خمس بطولات دوري واحد كاس مصر اثنين دورة أبطال سوبر مصر سوبر أفريقي يعني مسينا مع الأهلي يفتخر ويعتز بيها نجيب والأهلي يعتز بأن لعب من هذه النوعية المحترمة وهي قليلة في ملعبنا الآن ارتدى قميصة ودفع عن ألوان الفيديو والتحية لمحمد دوري نتمنى له كل التوفيق مع فريق الجونة إن شاء الله في الموسم المقبل